موسائل خير يا عمي موسائل نور يا حبيب موسائل خير يا عمي اعرفك بنفسي يا عمي انا حسن اهلا بك يا عمي الصراحة بتاعت ربنا يا عمي انا كنت جاي عشان ما تخبص يا اخوي عشان اطلب منك ايد المزمزين هاجر يا عمي ماشي يا سحاس بس انا بقى ليه يا شروط تفضل يا عمي كل طلباتك مجابة جميل قوي الكلام ده يا حبيب انت اللي قلت بنفسك مش يعني اللي قلت كل طلباتك ايه مجابة يا عمي تمام يا حبيب انا عايز اسألك سؤال الاول يا حاسن انت شفته هاجر بنتي فين ان شاء الله في الجامعة يا عمي ايه يعني انت تتقابلوا من ورايا بتستعموني ابدا والله يا عمي ده نحتى جهيلك من الباب اهو ماشي يا سحاس هقدههلك بمزاج المرات غللي با انت معك ايه يا حاسن معي يا ربنا يا عمي حبيبي ما احنا كلنا معانا ربنا مكتبت لاهي المجد احنا معانا ربنا كلهن انت معاك ايه معاكش عادة ايه أنا طالب يا عمي يا حبيبي ما انيعرف انك طالب ايت بتي هاجر خلاص عرفته يا خوي انت موخك تخيم اوي انت بتبردك بتقول ايه يا عمي انا طالب في نهائي حقوق يا عمي هدخرج الثانية دي واستوظفındى اسف الآن يعني لسه طالب و secre باستوظفتش طب عندك شجع يا حسن يا عمي العين البصيرة والايد قصيرة و انا لسه باجرس طب انت معاك فلوستي بتجيب شاكيا الصراحة بتاعت ربنا يا عمي انا زي ما قلتلك انا لسه بدرس و ان شاء الله لما استوظف حاجب و انا عين الهاجر مرة بقى الفتحى بقى يا عمي طب لو انت كده يا اخوي فاني بقى مشترى راقد ماشي وانا ما بيهمنيش المظاهر يا صحاسي بيت يا هاقر هادي الشربات يا بيت ادخل يا بيت حطي الشربات هنا يا بيت اقعد يا بيت بص باجا يا اخوي اني شبكة بيتي بخمسين جنيه ايه يا عمي اني لسه مخلصتش كلامي وحتجيب لها كمان شبكتها في جاردن سيتي يا عمي العين بصيرة واليد قصيرة وحتجيب لها فرحة كمان الموترب اللي بيقولوا عليه ده اسمه اسمه عبدالعزيز محمود هو اللي هيحيلها الفرح يا عمي العين بصيرة واليد قصيرة خلاص يا حبيبي لما ايلك تطوال اتعالا يا اخوي طب نقرأ فتح حتى يا عمي روح يا حبيبي اني قلتلك اللي عندي اني معديش كلام تهدا جور طب ده اخر كلام يا عمي ايوه اخر كلام يا عخوي انا همشي يا عمي مع السلامة يا حبيبي الباب من هنا بالإذن يا عمي مع السلامة يا حبيبي مساء الخير يا عمي مساء الخير يا حبيبي السراحة بتاعت ربنا يا عمي انا كنت جاي عشان اطلب منك ايد المصونة هاجر يا حبيبي ما انت طلبتها مني من 15 سنة خش في الموضوع على طول يا بيت يا هارة ايوه يا عمي هاتي الشربات يا بيت لولا لولاه لولا 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 Lee لولا 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 medi لولا 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 لولا你可以 ما حبيبي ما تقول لي بجا يا حاسة انت عملت ايه في الناد غرابت منك انا لقيت شقة يا عمي بمدينة نصر وبسعر الرؤطة نقceral الفتحة هاتي أمي ايوه يا بيت الشربات يا بياه روحة يا بيت وسوكه علي الشربات ليه هاتي أهوس هاتي المدينة نصرmie بص يا حسن اني بيتي مش هتوسكن غلف جاردن سيتي يا اخوي يا عم بكرة الظروف تتحسن واجب لها فاحسن مكان جاردن سيتي يا حسن اني قلت جاردن سيتي يا حسن وبعدين تعالى عندك هنا استنى انا مخلصتش كلامي انا كنت يطالب منك شابكة بكم يا حسن 50 جنيه يا عم 1000 جنيه يا حسن يا عم مش لا اتفاقنا اتفاقنا ايه الدنيا بتغلق يا حبيبي وانا بيتي تسوى شئو شويات يا عم العين بصيرة والايد غصيرة يا عم ده اخر كلام يا عمي ايه اخر كلام يا حسن انا حمش يا عمي اتفاضل يا حسن اتفاضل يا حبيبي مساء الخير يا عمي مساء الخير يا اخوي عمي انا كنت جاء عشان يا حسن من غير مكدبات يا حبيبي خش في الموضوع على طول انت عملت ايفل اللي انا كنت طالبه منك عمي انا لقيت شقة في جاردن سيتي زي ما انت ما طالقت بالزبطة ده نقرى بقى الفتحة بقى يا عمي نفسك شوية يا عمي ايه لك ايه على نفسك شوية بنت يا حاجة ايه يا حاسن ايه الجلدي بقى اه! سامعك انا! يلا كمل يا عالم! يا حاسب اه! لقيت الضعقة زي مكبت لحضرتك الضعقة بس نقسها شوية حاجة يا عمي نقسها ايه بقى يا اخي لأ! لأ! بوس يا ابنت اعمال لم يا بنت الضعقة على الطوب نقسها محارة وبيض ونقاشة ونجارة وسباكة يا عمي نقرأ بقى الفتحة بقى يا عمي اه، فتحة؟ ديني هعملها قفلة فوق دماغك بنت يا عاجر! جم يا بنت! خد يا بنت الشرباء ده يا بنت كنبيه في عينك كمان امشي خد يا بنت خد الشرباء امشي يا بنت نجر اوه اوه ماشي هاي يا اخوي اه يا عمي اش جيني بقى يا حبيبي ها بس كده يا عمي هو ده اللي عندك ها تبص بقى يا حاصي اني كنت طالب منك المهر كام اه الف جنيه يا عمي خمس تلاف يا اخوي ها ايه الدنيا بتغلى والبت حلوت وبتتدور وبقيت العرزان وقفة عليها بالتوابير يا اخوي هم وبعدين اتعالك اتعالك انا كنت جايلك من اللي يحيي الفرح عبدالعزيز محمود يا عمي مهو مات يا خرباءتك يا عمي ده انا مدله حربون خمسين قرش خلاص ماتوا بيتحسب بهم يا اخوي بص بقى من دلوقت بقى سجل اللي عندك اني اللي هيحيي الفرح بيتي عارف مين الوقت بتاع نار نار دي اللي اسمهancia اللي اسمه حاكم دي ماشي والولد بتاع له لك ولو ما جبته مشي ما شوفاكش يا اخوي ياتني دا اخر كلامك يا عمي هو دا اخر كلامك يا عمي هو دا اخر كلامك عندي يا اخوي انا حامش يا عمي مع السلامة يا خوي بالاذن على مع السلامة يا خوي مساء الخير يا عمي مساء الخير انت مين؟ انا حاسن يا عمي حسن حسن مين؟ حسن اللي جتلك اطلع ايه؟ ايوة خلاص يا بنت يا هاغر نا هات يا بنت كيزة زبالة من عندك الدين حسن الزباب يا حسن هتلاقي كيزة زبالة عندك في المطبخ هتلاقي في المطبخ يا حسن زبالة مين يا عم الله ينورهم لك انا جتلك من خمسة وخمسين سنة عشان اطلب ادماز مازلها اه اجر نقرى الفاتحة بقى يا عمي ايوة هو انت حاسن بتاعي قرى الفاتحة اه يا عمي طب وعملت ايه من اللي انا قلتلك عليه حاسن انا طلعت عالمعاش يا عمي وخدت مكافأة والشرقت شطابت وجدت الشبكة بخمساشر الف زي ما طلبت يا عمي نقرى الفاتحة بقى يا عمي ايوة يا وانا اسبر على نفسك شوية كده احدى انا مستعجل ليه كده يا حاسن بنت يا اجر تعال يا بيت يا زرات يا بيت سيا بخير تعالي يا اختي حد يا بيت الشربات هنا يا بيت وحد اه هه انت لسه ما تحددتش يا عمي لا 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 يا بيت يا بيت الشربات هنا يا بيت هه 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 ايوه بسم الله الرحمن الرحيم يا مين دي يا عمي؟ دي هاجر يا هلا هاجر دي صلحيتها انتهت يا عمي اسم الله عليك انت يا اخوي ازيك يا هاجر؟ ان شاء الله تسلم يدي حاسم اسمعي يا هاجر الشقة خلاصك بقت جاهزة والنبي بصحيح؟ ايوه والشابكة ب 15 ألف جمعتهم خلاص زرعت يا بيت ايوه بالروح على نفسك يا بيت نقرأ الفتحة بقى يا عمي ايوه نقرأ الفتحة يا حاسم ايوه يا عمي؟ دلوقتي يا هلا دلوقتي؟ يالله يا هاجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هل الاب مطالب ان هو يجهز بنته؟ الاجابة لا داري الافتة قالت ان الزوج عليه كل تكاليف الجواز من انه يجيب شبكة وشقة ويجهزها ويفرشها كمان والراجل بيبقى عليه كل نافقات الجواز من مأكل ومسكن ومشرب بيلتزم بكل حاجة من الالف لليه وقالت كمان داري الافتة ان المهرب يكون للبنت بس محدش يقدر يكبرها على حاجة او ياخد حاجة منه وكل حاجة الراجل بيلتزم بها من الالف لليه لان الراجل قوام على المرأة وده اللي ورد ذكره في القرآن الكريم الرجال قوامون على النساء هنا بقى هنواجه مشكلة لو مشينا بالشرع فتلات ربع الشباب مش هتتجوز والجواز بس هيقتصر على المقتدرين مادية فبعض المحافظات العروسة بتهادي أم العريس هدية ممكن تكون صالون قدة نوم غسالة مطبخ في صورة هدية هي مش مجبرة بها هنا بقى هنلاقي مشكلة تانية ان في بعض العقلات بياخد موضوع الجواز كأنه منافسة عايز جهز بنتي بأكتر حاجة وبأغلى حاجة ما بيبصش ان العريس اللي جاي ممكن أصلا ما يكونش قادر فهنا الشاب اللي متقدم بدل ما يدفع المتاح ليه هيدفع أكتر منه بكتير وطبعا في بعض البنات مش هنقول كلهم بيعودوا يتفرجوا على النت وعلى التلفزيون ويعجبوا ببعض الحاجات فبتبقى مصممة وتحكم رأيها انها عايزة الحاجة ديات فمش مشكلة بقى هيجيبها ازاي يقدر ما يقدرش المهم انها تكون مبسطة وخلاص نرجع بقى لعداد وتقاليد الجواز من أيام أجددنا مش الستينات ولا السبعينات لا من أيام الفرعنة الفرعنة هم أول شعوب عرفوا بموضوع الجواز وكان عندهم بيتقدم الخاتم الحلق الزهبي زي خاتم الخطوبة عندنا وكان اسمه حلقة البعث في محافظة زي سهاج بيتطلب كمية كبيرة جدا من الدهب وممكن الجوازة تبوز لو الدهب دوت جانسه أو تلتة ربعة في القرية زي أخميم بيتدفع لابو العروسة مبلغ تعويضا عن ربايته ليها واسمه حق الرباية أما بقى في شلتين فالبنت بتتخطب من وهي لسه صغيرة أو أول ما تتولد وخصوصا بيكون لابن عمها في الأقصر بقى بيكون الشبكة بالاتفاق وبرضه المهر بالاتفاق أما بقى في النوبة فالرجل بيتحمل كل تكاليف الجواز من الألف لليه ومفيش أي ماه وزمان كان فيه عادة في النوبة إن زمان كان العريس كان بيتضرب أو بيتجلد بمعنى أصحب عشان لو قال أي أو توجع يبقى كده ما عندهوش تحمل للمسئولية عند البدو بقى بيكون مهر البنت بعدد الجمال أو قيمتها يعني إما يجيب عدد الجمال المطلوبة منه إما يجيب المبلغ تمن الجمال دي موسيقى موسيقى يا هاجر موسيقى يا هاجر كل ده ليه؟ وده موضوع الحلقة الجاية استنونا اشتركوا في القناة